موسيقى السلام عليكم زيكم الفيديو ده فيديو هعتبره أنه مختلف شونا أنا معايا تحليل عسكرا الحرب هتقوم بين أمريكا والصين مش بس كده معايا تسريبات برضو مش بس كده معايا أخبار مهمة جدا وتحليل الوضع طالع من أمريكا بخصوص الصين هنبتدي منين؟ هنبتدي من رؤية الأمريكية للصين فلي بالك آخر ست سنين بالذات شوف الست سنين الأخيرة دول الأمريكان والإعلام الأمريكي بيرسموا الصين إن هو الوحش الجديد وطول عمرنا وطول عمر العالم عارف إن العدل الأساسي والتاريخي للأمريكان هم الروبس إلا إن في الفترة الأخيرة الأمريكان ابتدوا يوجهوا الدفة بتاعت عدائهم للصين ابتدوا يستهدفوا الصين ويشوفوها هي العدل الأول أكثر من روس كمان شايفين إن الصين دي حاجة مرعبة وبتهدد الجيش الأمريكي والاقتصاد الأمريكي بشكل كبير مش بس كده بتهدد التكنولوجيا الأمريكية يعني الأمريكان شايفين إن كل ما يختاروا حاجة جديدة الصينيين بيعرفوا يتوصلوا له سواء بقى بالسرقة سواء بقى إن فيه صينيين بيدرسوا في الجامعات الأمريكية فبيعرفوا ينقلوا التكنولوجيا في الآخر بيتعلموا تعليم أمريكي فبيبقوا قاربين في التفكير من الأمريكان أياً كان بس في الآخر الصين بتعرف تقف على نفس مستوى التكنولوجيا اللي واقف عليها الجيش الأمريكي أو أقل منها شوية بس قاربين منها في نفس الوقت الصين بتتقرب من حلفاء أمريكا يعني الصين مش شغالين على دول الجوار بتاعته لأ هم بيعاو نفس اللعب الأمريكي انهم مثلا بيجو الشرق الأوسط وانت عندك زيارة الرئيس الصيني اللي حتم للسعودية لأسبوع القادم اللي انفردت بي جريت الجاردين البريطانية وأعوز أقولك إن الزيارة دي بيتم تغطيتها دلوقتي بشكل كويس في الإعلام الأمريكي يعني بارح سيان بيسيد كلامتها مرضوعة النهاردة أكتر من صحيفة أمريكية بتناقش الوضع الرئيس الصيني لما يجي السعودية إيه اللي حيحصل؟ وأنا جيت هنا وقلت لك إن الرئيس الصيني في الزيارة للسعودية وزارة الخارجية الصينية ما نفتهاش ولا أكدتها لأن فيه مشاورات بين الدولتين فالزيارة حتكون مدتها دي إيه الرجل حينزل فيه بالزبط طب حيزور إيه ومش حيزور إيه فيه تفاصيل بيتم الاتفاق عليها حاليا ماشي كده يا بشا؟ عايش الفيديو ده مهم ولازم تعرفه للآخر يعني لازم بس تعرف المعلومات اللي فيها المعلومات كوي جدا وأنا أهمي إن حالك تستفيد منها زي ما أنا استفدت منها بصلا فالمهم يا سيدي الوضع بالنسبة لأمريكان والصينيين وضع مربك جدا والأمريكان بيستهدفوا الصينيين إلا إن الأمريكان واجهوا الصينيين بطريقة مختلفة تماما إزاي؟ خب بالك أمريكان في طريقة تعاملهم ضد أعداءهم بيحبوا يتأمر بيحبش هو اللي يجح للصراع يعني ما يحبش هو اللي يكون المبادئ لأ هو يحبي مثلاً يستدرجك لفخ ويطبق عليك أو إن هو يوقعك في حفرة ويدوس عليك إنها مش هو اللي يجي يبادر ويواجهك ما في عمش كده وبص على طرق أمريكا في التعامل مع روسيا هي مثلاً لو خدت بالك في ملف أوكرانيا ده ده الشغل الأمريكي إن هو يوقعك في حفرة اللي هي أوكرانيا ويفضل بقى يستنزفك يرسل أسلحة الجيش الأوكراني بحيث إن الحرب الطول اللي يخلي زيلنسكي ما يفكرش في التفاوض يضغط على أوكرانيا وجيش الأوكراني إن هما يجيبوا مرتزقة فيطول الحرب على قد ما يقدروا يستنزف بيه الجيش الروسي على قد ما ويخلي روسيا بدلاً ما تاخد كل أوكرانيا تقريباً في أسبوع ولا اتنين أو حتى شهر ولا اتنين أخدها في سنة سنتين الحرب دي طول ما هي بتطول طول ما هي في مصلحة أمريكا وأمريكا من كيف خاصة إن الأمريكان قدروا إن هما يتغلبوا على الكمبيلة الاقتصادية أو آثار حرب أوكرانيا الأولين سعر بترول نزل تضخم دلوقتي يوكال في أمريكا إن هو متحجم شوية سعر بنزين في أمريكا نزل تحت الـ 4 دولار يعني أمريكان قدروا إن هو يستوعبه آثار حرب روسيا أوكرانيا فاللعب بقى عكف الأمريكا فده طريقة الأمريكان في التعامل مع أعدائهم إلا إن مواجهة الصين في تايوان كتريبة جداً وزيارة نانسي بلوسي لتايوان كتأغرب من خال ده مش شغل الأمريكي هوبس إن إنت تروح تستفز عدو ليه اللي هو عدوك الأول وعلى عينك يا تاجر وبين للعالم كله إن إنت اللي تستفزه ده موضوع كريم طب أنا حقول لك حاجة في مجلة نزلت تقول لك إيه تقول لك هي مين الدول اللي دعمت الصين بعد زيارة نانسي بلوسي انت عارف العالم كله فيه 195 دول ده اللي أنا عارف قالك 170 دولة وخلي بالك دول الدول الكبيرة 170 دولة في العالم دعمت الصين زواء بطريقة مباشرة أو غير مباشرة إزاي؟ قالك حتى حلفاء أمريكا كانوا بيدعموا الصين في تصريحاته يعني فيل أدان أمريكا في تأييده للصين في مواجهة نانسي بلوسي زي مثلا كوريا الشمالية زي ميانمار زي روسيا أدانه أمريكا قالك ده الأمريكان هيشعلوا الحرب في العالم الأمريكان هيخربوا العالم دي كانت أقوى تصريحات ضد الأمريكان طالعا من حلفاء الصين وده يوريك الموقف أو التحالف الشرقي مع الصين بعد كده التصريحات كان فيها نوع من أنواع المواقمة شوية يعني يعتبر أقوى تصريح اللي هو ما كانش فيه إدانة لأمريكا بس كان فيه تشجيع للصين طالعا من باكستان اللي هو ما ينفعش اللي انتو بتعملوه ضد الصين ده بس ما ذكروش الأمريكان ما ينفعش انتو بتعملوه ضد الصين الصين واحدة وكلم دا كله بس ما ذكروش الأمريكا باقي التصريحات كلها هادية تماما ما بتجيبش سيرة أمريكا خالص في كلمة صين واحدة الصينيين كويسين إنما ما بيذكروش أو بيانات قوية تجاه دعم الصين فأنت عندك 170 دولة دعمت موقف الصين تجاه تعيب ووقفت قصاد الاستفزازات ووقفت قصاد الاستفزازات الأمريكاية فدي حاجة غريبة الأمريكان عمرهم ما بيحبوا يبانوا إن هم معتدين أو إن هم مستفزين إلا في ملف تايوان ده طب إلا حصل؟ إيه اللي خلى الأمريكان يتعاملوا بالطريقة دي مع الصين؟ إيه اللي خلى الأمريكان يزهروا بالمنظر ده؟ بلاش؟ الأمريكان نجحوا أو اللي فشلوا في زيارة تايوان؟ الأكتر منه والسؤال المهم هي الصين هتحارب تايوان ولا مش هتحارب؟ لأن انت لوقتي عندك خبر طالعاً بالضبط من خمس دقائق خمس دقائق 13 مقاتلة صينية اختركت الخط الفاصل بين تايوان والصين أو تقدر تقول دخلت المجال الجوي تايوان فصيني هتحارب؟ ولا مش هتحارب؟ ده السؤال المهم يا الحقيقة إجابة السؤال ده طلع من أكتر من عشر مواقع وأنا الحلقة دي تعدت فيها جداً عشان أجيبها لك طلع من أكتر من عشر مواقع إيه هي؟ الموضوع اللي بتادى إزاي؟ هليني يقولك إن احنا معنا موقع اسم موقع توصياتي موقع توصياتي ده موقع بينزل مقالات استثمارية يعني بيرشدك يقولك أوضاع السوق عاملة ساي ممكن تستثمر في إيه حالياً ممكن تتداول فيهم وفي نفس الوقت هو بيديك توصيات للتداول مجاناً يعني هو ما بياخدش منك فلوس مقابلة التوصيات دي يقولك تعمل إيه ومتعملش إيه موقع قوي جداً وكويس لو حبلت تبص عليه حساب لك الرابط بتاعه أسفل الفيديو وبقلك ينظر عليه خش في موضوع طول خش في موضوع طول موضوع يبتدي منين؟ موضوع يبتدي من تسريب حصلت عليه وولل سريت جونر بخصوص المكالمة اللي حصلت بين الرئيس الصين وجو بايدن ومكالمة دي اللي كانت قبل زيارة نانسي فلوسي بربعة أيام لتايب إيه اللي حصلت؟ حياء أنا كنت غطيت المكالمة دي قلتلك إن المساعدين تاع جو بايدن لحظوا حاجة مهمة جداً إن الصين مش عاوزة تخش حار وإن كل الكلام اللي أفرجت عنه وزارة الخارجية الصينية وحتى وزارة الخارجية الأمريكية بخصوص المحادثة دي وإن الرئيس الصيني هدد جو بايدن وقال له لو لعبت بالنار حتحرقك وبكلام دي كله المساعدين لحظوا إن الصين مش عاوزة تحارب بس التقرير اللي نازل في وسريت جونر اللي يقولك إيه يقولك الرئيس تشي قال لجو بايدن قال له ده مش وقت أزمان قال له ده مش وقت أزمان كلمة دي بقى ده سبب تأكيد زيارة نانسي فلوسي شوفوا وما خدوا الكلام دي وأكدوا بيها زيارة نانسي فلوسي وأنا بقولك الكلام ده على فكرة هو دلوقتي التقديل الأمريكي لقيام الصين بغزو تايوان كان مبني على الكلمة دي إن الرئيس الصيني لما قال ده مش وقت أزمات معنا كده أن الصين مش مستعد هي الكلمة دي شوف كلمة واحد خدوا منها كل حد قال لك الصين مش مستعد يلا أكد زيارة نانسي فلوسي خلا نانسي فلوسي تروح لأن الصين حالياً مش مستعد ونانسي فلوسي روحت وخدت ابنها معاها بول فلوسي صح؟ وانا جيت قلت لك المعلومة دي قبل كده بس اللي طالع جديد بقى قال لك إيه؟ قال لك ابنها ده ده مستثمر كبير جداً ده صارويته 22 مليون دولار كان شاري أسهم في شركة صينية اسمها بوركس بوركس بالكيوبش بالكي بوركس تلكم تكنولوجي يعني دي شركة اتصالات فابنها ده كان شاري 700 ألف سهم في الشركة الصينية دي اسمع بس الكلام فبول فلوسي قبل الزيارة بيع الأسهم بتاعته داخل الشركة الصينية دي وخلاهم 145 ألف سهم فقط وانطلع مع والدته الزيارة لتايوان ليه؟ يعني خب بالك أصل الصور اللي طلع من زيارة نانسي فلوسي لتايوان هتلاقي ابنها قريب جداً وعفكرة ابنها ما كانش موجود في اللستة الديبلوماسية المصاحبة لنانسي فلوسي ده كان جاي كفرد ما كانش جاي كرفيق دبلوماسي وبرغم كده هتلاقي موقعه قريب جداً من نانسي فلوسي في الزيارة الظاهر وده التقارير اللي طلع نانسي فلوسي كانت بتعرضه عالتايوانيين خدوا ابني يعني الراجل الصين هتفرض عليها عقوبات بعد الزيارة بتاع التايوان دي فشوفوا الولد يعني ما تسيبوش الولد كده هيخسر فلوسه وشوفو في أي شركة حطوه في أي شركة خلوه يستثمر فلوسه وكام ده كله على فكرة الكلام ده ما فلعش بشكل رسمي بس أنا بقول لك نانسي فلوسي بتعرض ابنها عالتايوانيين نحن جدنالكو ودعمناكو بوبص ايه الولد حتسيبوك كده الولد حضيع مننا وبالفعل الصين فرضت عقوبات على نانسي فلوسي وقسرتها وكان من ضمنها بول فلوسي ده أنه هو مستثمر في شركة صينيوني فدي أول حاجة بخصوص الزيارة بس خب بالك لحاجة مهمة جداً أن الزيارة تمت والصين أشهالت المنطقة أول مصديرة تمت يا باشا منانسي فلوسي وصلت تايوان عاوز أقول لك أن الصينيين عملوا مناورات ضخمة جداً وضربوا ثواريك 11 سلوك باليستي بيطير فوق تايوان وينزل وينزل في المنطقة الاقتصادية اليابانية وكلام خطير الأمريكان بيقول لك كل ده بلح كل اللي حصل والشو اللي انت شفت ده الأمريكان واثقين أن الصين غير جاهزة لجازل تايوان وكل اللي كان بيحصل ده وعلى فاكرة الكلام ده طالع من نيويورك تاييمز كل اللي كان بيحصل من الصينيين هو لاسترداء الشأن الداخلي أو رسالة للداخل مش للخارج خالص ولا حيأخذوا تايوان ولا حيدربوا تايوان ولا أي حاجة أقول لك الأكتر يعني تعرف أول ما الزيارة تمت الصينيين فرضوا عقوبات على تايوانيين خلاص وقالولهم احنا مش حنصدر لكم رملة وحنمنع من عندكم السمك والحنديات وكلام ده كله الصين فرض عقوبات اقتصادية قوية جدا نيويورك تاييمز بتقول لك العقوبات الاقتصادية اللي الصين فرضتها على تايوان أي كده وحتتشال بعد شهر أو اثنين إيه رأيك ده خبر النازم لعند الأمريكان على فكرة نيويورك تاييمز دي أمريكية بتقول لك العقوبات الصينية على تايوان حتتشال وحتترفع بعد شهر أو اثنين ونيويورك تاييمز بتقول لك أقوى عقوبة نازلة على تايوان هي منع تصدير الرملة لجزيلة تايوان ليه؟ لأننا اللي عرفته من كومنتات حضراتكم إن الراملة دي بتخش في صناعة المايكروشيبس أو الرقائق الإلكترونية فدي حاجة مهمة جدا وطايوان بتستوري 90% من الراملة بتاعتها من الصين فبيقولك إن الصين نفسها مش حينفع تستغني عن الرقائق الإلكترونية اللي طلع من تايوان وحترجع لها الراملة برضو فاخد بالك إن اللي حصل ده شوه والأمريكان كانوا عارفين من الأول إن ده شوه وتقديرات المخابرات الأمريكية طلعت تقولك ما فيش أي حاجة تقديرات الجيش الأمريكي رغم تصريحاته العلنية إن ده مش زيارة مناسبة وكلام ده كله بس الأمريكان من جوه لما ساموا كلمة الرئيس الصيني ده مش وقت مناسب للأزمات هو ده الوقت المناسب إن احنا نستفزر الصين وابتدوا استفزاز الصين الأكتر منه إن انت عندك تقرير طالع إن الرئيس الصيني حيقابل أصلاً جو بايدن في أندونيسيا حيقابله في أندونيسيا إمتى؟ في نوفمبر ولكن الرئيس الصيني حيطلع لأول مرة خارج الصين ويقوم بزيارات أسيوية ويزور إندونيسيا عشان فيها الجي 20 وحيلطقي جو بايدن فيه اجتماع خاص ده يوريك إن الصين مش تعمل حاجة اتجاه تابع خاطص كل اللي انت شايفه ده شو وده ضعف الصين اسمع بقى الكلام في الكنده مهم أمريكا فردت جامد أول أول على الصين دي كاصرت هيمنت الصين عالميا قازت سمعة الصين هدي بالك في الحيطة ايه قازت سمعة الصين تعرف إن وزيع الخارجات التايواني لسه خارج ببيان يشكر فيه الأمريكان يقول لك ده الأمريكان كويسين جدا دولت عامونا ووقفوا جنبنا وأعوز أقول لك إن تم توقيع حاليا على صفقة عسكرية بين الأمريكان وتايوان لتصدير سواريخ لتايوان سواريخ باتريل لتايوان بكميات كبيرة للجانب التايواني فالأمريكان بيستفزوا الأكتر إن أمريكا دلوقتي بتعد العدة لقيام بمناورة داخل مديك تايوان يعني مناورة هيعملوا إيه؟ قالك هيعدوا حاملات طائرات وحيعدوا على فكرة بتكلمكش حاملات طائرات حاملات طائرات وقطع بحرية عسكرية أمريكية من مديك تايوان هيعدوها ومش بس قطع بحرية لأ وطيارات أمريكية هتعدي من مديك تايوان ما انت برينز ما هو قصص الصين بقى اتفق فيه تعالى بقى مش هتعادش حاجة ما تمش زدراجك في زيارة نانسي فلوسي؟ طيب نفرد عليك بقى شوف هده إيه؟ التقرير الخطير اللي معايا النهاردة طالع من مليتري تايمز مليتري تايمز ده موقع عسكري واسفع الكلام اللي طالع عشان كان ده خطير جدا بيقولك إيه؟ بيقولك الأمريكان عملوا وار جيم وار جيم يعني لابة حرب جابوا مين؟ جابوا اتنين طلاب محضرين دكتوراه في جامعة ماسيتشوسس في أمريكا جابوا واحد مألف خمس كتب جابوا خبراء عسكريين جابوا قادة عسكريين حاليين وصادقية خلي بقى لك أنا بكلمك على ناس نبغى أنا بكلمكشة هم جابوا ناس هفع يلعبوا لعبة حرب أنا بقولك ناس محضرها دكتوراه باحثين اقتصاديين عسكريين كلهم يخشوا في لعبة حرب يعملوا سيناريو حرب داخل قاعدة عسكرية أمريكية قبرة قاعدة عسكرية أمريكية يعملوا سيناريو كده لو الصين هتأخذوا تايوان هتعمل ايه؟ ولو أمريكا بتدفع عن تايوان هتعمل ايه؟ والحرب دي تقعدت ايه؟ ويحصل فيها ايه؟ وكلام داخل سيناريو تخيلي كده بس خد بقى انت هنا بتتكلم على ناس تقال قوي ده مش فكرةها بل لا ده ناس تقال مش بيلعبوا طاولة لا 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 بالمعلومات المتاحة حاليا من الاقتصاد الصيني والعسكرية الصينية وكام ده كله هتعمل ايه لو هتأخذوا تايوان ورد فعل الأمريكا هيتعمل السابق واسمع الكلام قالك أولاً أول حاجة يعني أنا كنت جبتلك التقرير يقولك إن فينانشل تايمز بتقولك إن الصين اتعلمت من حرب أوكرانيا إن غزوا تايوان ده مايخدش غير 48 ساعة أو يتم في أسرع ما يمكن عشان الغرب مايلحقش يدعم تايوان بأي شكل يعني تبقى حرب خاطفة ده اللي الصين تعلمته من أوكرانيا إن الحرب تبقى خاطفة وبشرعة طول ما الحرب بالطول هيبقى اللاعبين أكتر سين لازم تسطف تايوان كده قالك ده مش هيحفظ ده أول حاجة تم الكشف عنه حرب تايوان دي لو اشتعلت هتستمر ثلاث أسابيع ثلاث أسابيع مش قال لي من كده أول حاجة هتحصل إيه قالك خلينا نتكلم على قرارة الواقع الحرب دي هتبقى الفايصل فيها قوات البرية قوات البرية هي دي الحرب الأساسية قوات البرية الصينية قدامها عاقق مائي كبير جدا يعني دي مش عاقق قناة سويس هتعديها على طورها 130 كم عاقق مائي فحيبقى سهل رصدهم سهل توقعهم وحيتشافوا في مقابل إن الأمريكان قوات البرية الأمريكية هتتدخل ليه؟ لأن الأمريكان موجودين في اليابان عندهم تواجد عسكري بري وقوات برية أمريكية موجودة في اليابان وقوات موجودة في فلبية واسمها بقى كده فقالك هي هتبقى حسم عسكري بري لقوات برية مش قوات برية ولا جوية ولا يحك طيب المعركة برية دي هتكون الأشرص منذ عقود هتوقع إن الصين هيبقوا شارسين جدا في القتال البر ده في حين إن التايوانيين هيستموتوا للدفاع عن أرضهم واخد بالك أنت منستقلش بالجيش التايواني برضو يعني تايوان دي مش جيش مكوّن من ألف جندي تايوان برضو عندهم جيش وخلي بالك إن هم أصلاً صينيين فده صيني أصاد صيني زي أوكرانيا كده روسي أصاد روسي أوكرانيين أصلهم روسي أصلاً في حرب طبعا تفتكر إنها سهلة تماماً تماماً إيه أول حاجة هتحصل اسفى بانك قالك أول حاجة هتحصل إن أمريكا هتخسر كل حاملات الطائرات كل حاملات الطائرات الأمريكية هيتم ضربها تاني حاجة هتقوم الكوات الصينية بعبور العقق المائي اللي هو في تايوان وتخش بقى على المواني لذلك قلت لك هنا خلي بالك إن المنورات الصينية الأخيرة دي كانت بتجرى قصاد مواني في جزيرة تايوان فقالك حيخشوا بقى عن مواني ويخشوا من المواني يخشوا بقى الجزيرة يحاولوا إيه؟ يخذوها ماشي فقالك إن اليوم الأول في القتال مش أمريكا هتحارب لوحدة بالعكس اليابان حتندمج مع أمريكا وهترسل الجيش بتاعها لنصرة تايوان في اليوم الأول أول دولة مش هتستنى رد فعل أو تستنى نتائج الحرب خالص أول دولة هتخش مع الأمريكان في الدفاع عن تايوان هي اليابان مش بس كده الفلبين في اليوم الأول هتفتح كل قواعدة ليه؟ الجيش الأمريكي باقي الدول باقي الحلفاء أمريكا هياملوا إيه؟ قالك مع نتائج الحرب حيبان دور الحلفاء يعني لو لقوا إن الجيش الصيني مش عارف يتقدم قوي زي اللي بيحصل في روسيا كده هتلاقي حلفاء أمريكا يزدادوا أعداد الحلفاء حيزدادوا في أول أيام الحرب في اتنين checkpoints أو facts لازم تعرفوا إن القسطول الأمريكي هيتم قاس فوق خاصة حاملات طائرات تخرج براء الخدمة أمريكا هتفقد 700 طيار لأول أيام الحرب وحتلاقي إن اليابان تشتبك ودول الأسيوية هتنجد الجيش الأمريكي وتفتح قواعدها خب بالك بقى من الكلام حيمشي زي قالك بس بعد كده الجيش الصيني مش عارف هتقدم التقدم اللي أنت فاكره مش هيعرف يعني قد تفتكر إن هو هيخش كده ويأخذوا بتاع مش مش هيعرف الأمريكان برضو هيعملوا حركة ذكية جدا قالك أسكى حركة إن الصين لما هتهجم هتهجم بتلاتين كتيبة هو بيقوله كده طب عدد الكتائب خلي بالك الكتيبة يعني هو مصطلح اسمه كتيبة بس الأعداد بتاعت الكتائب ما بتبقاش واحدة يعني ما الجيش تقول لي قصدي كتيبة فأعدادها من كذا لكذا لأ مصطلح كتائب ده أعداده غير واضح فهو قالك إن الصين هتهجم بتلاتين كتيبة مش هنا مشكلة مشكلة إن الأمريكان هيستهدفوا الدعم اللي جاي للكتائب العسكرية الصينية دي عشان يخلوا الكتائب العسكرية متعرفش تجد زخيرة كافية متعرفش تجد المواد الكافية فأمريكا هتعمل في الحرب دي على ضرب الإمدادات الصينية مش ضرب الكتائب فقط ومش محاربة الكتائب هم عايزين يضربوا الدعم اللي جاي للكتائب دي بصمع بقى الكلام سلاح البحرية الصيني حينجي يعني مش هيتم تدميره بشكل كامل بالعكس هيبقى سلاح البحرية الصيني موجود بس غير كفر يعني مش هو اللي حيجير مصار الحرب الحرب دي حيتم استخدام فيها أحدث الأسلحة سواء من الجنب الصيني سواء من الجنب الأمريكي محدش هيستخدم أسلحة قديمة زي ما بتعمل روسيا روسيا بتستخدم زخيرة قديمة عشان خايفة إن الأسلحة الجديدة تقع في يد الغرب فبيستخدموا طيارات قديمة بيستخدموا سواريخ قديمة حتى الدرونز أو المصيرات ما بيستخدموش أحدث حاجة مدخلين الأقدم شوية فمعركة الصين وتايوان الأحدث يعني خد بالك بقى ده الأحدث هيطلع من الجانبين أمريكا هتستخدم بقى الـ F-35 والـ F-22 رابتور واللي اتنين هيستخدموا أحدث حاجة عندهم بس خد بالك من حاجة محدش هيستخدم نووي محدش هيستخدم نووي محدش هيستخدم كيميوي إيه اللي هيحصل في الآخر أمريكا هتنتصر بس خسائر عسكرية للجيش الأمريكي غير طبيعية أول مرة الجيش الأمريكي يتلقى خسائر دي كلها وحجم الاستنزاف ده كله برغم إن معاه دول حليفة اليابان مع أمريكا خليه بقى لك اليابان كانت بتحارب أمريكا وكانت حارب شارسة جدا الـ F-2 بقى هيبتحلفوا واحد تجاه دول بس كده هتلاقي حلفاء أمريكا يهرعوا لنصرة الجيش الأمريكي وبرغم كده الجيش الأمريكي يقولك هيتلقى خسائر غير طبعية بس في الآخر الصين هتنهزم بس هو مش واضح هتنهزم هنا هو يعني هو قالك في آخر إنه الصين هتقسر الحرب لازل تبقى أوسط منه كده الصينيين هيخسروا في النهاية بس الصينيين مش هيخسروا داخل الأراضي الصينية هيخسروا إنه هو مش هيرافي يأخدوا بزير التالي ما وضحش هيقفوا فين هيكسبوا إيه ما وضحش مكاسب الجيش الصيني وما وضحش خسائر الجيش الأمريكي وخب بالك لو خدت بالك المقالة هتقوم إن هما بيطلعهم معلومات عن الجيش الأمريكي أكتر من الجيش الصين لأن هم وافقين إيه اللي تحت إيديهم مش عارفين بالزبط الصينيين تحت إيديهم إيه هل دي مثلا كل في المعلومات اللي جاي من الجيش الصين بتعرفش اللي أنا عاوز أكد عليه إن حدراك المناورات الصينية اللي حدراك شايفها دي كلها وبدليل إن الرئيس الأمريكي نفسه طلع صخر من المناورات الصينية دي وقالك اللي الصيني مش عاملوا حاج ده الرئيس الأمريكي ومش مستهل الرئيس الأمريكي يطلع بلكد فالمناورات الحلقة شايفها دي كلها للداخل مش للخارج يعني كلها لرسالة للشعب الصيني إن إحنا أقوائي إنما مش عاوزين يوجه رسالة للخارج أو الدول الخارجية يقول لهم ده إحنا أقوائي مش عارفين ولا عاوزين ياخذوا طيب الصين غير مستعد حاليا وده اللي قاله الرئيس الصيني نفسه للرئيس الأمريكي ومخابرات الأمريكية استشفته والجيش الأمريكي استشفه وقال لك الصين ده زبود وخد بالك إن الأمريكان مش هيحلوا الصينيين ليه؟ هيعملوا منورات ضدهم الأيام القادمة بيننا وبين بعض يعني بص هده المصادر اللي طالع من الغرب الأيام القادمة هتلاقي بحلالة الأمريكية هتستفز الصين لتاني مرة وهتعبر مضيق تايوان استفزازا للجيش الصيني عشان الأمريكان تبقنوا إن الصين غير جاهزة لخوض معركة تايوان استعراض قوة في الآخر يا رب أكون شاحتاكم مضوع بشكل مبسط ده الوضع الحلي في تايوان وارب بنصر مصر وارب بنصر العرب وتحيا مصر السلام اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة يا محروصة بسيف شاطر وسيف حارس عليك يا مين ومن فوق السماء السابة حميك يا رب العالمين من الضلي ومن الخيني ومن الخلق اللي بين أهلكي متسوسة يا محروصة اشتركوا في القناة